مشروع إنشاء طبعاً القسم البحث العلمي بالتعاون مع أختنا الفاضلة الدكتورة نوها عاصم احنا خدنا المبادرة في مستشفيات الحميات ودربنا 27 طبيب وهي مشكورة تولت التدريب بدأنا ان احنا ندربهم ان هو ازاي يفكر بمنطق البحث العلمي وبعد ما يفكر وياخد الفكرة ان هو ازاي يحلل البيانات وازاي ان هو يقدر يكتب البيبر العلمية السليمة وان هو ينشرها تحولت مستشفيات الحميات إلى نقاط بحسية يعني احنا دلوقتي عندنا في مستشفيات الحميات في 11 مستشفة حميات اشتركوا في الكلينيكال ترايلز وفي الأبحاث اللي جارت في فترة الكوفيد وعلى الأدوية وعلى النتائج اللي طلعت أثناء الفترة البحسية اللي احنا عملناها في الكوفيد وأتشرف ان انا في الوقت ده كنت مدير لإدارة مستشفيات الحميات الأيام العلمية ومناقشة الحالات بدأنا نتحرك احنا للمحافظات ونعمل يوم علمي تحت رعاية السادة وكلاء الوزارة قدرنا ان احنا ندرب 250 طبيب كان التدريب مش مجرد ان انا بقول البرتوكول احنا بنعمل عرض للحالات بطلب من السادة الأطباء اللي هم الجونيورز أو صغار السن انه عنده حالة كان فيها مشكلة أو حالة صعبة انه يعمل بريزنتيشن ويعرضها ونقعد نتناقش كلنا على القرار والقرار ده كان صح ولا غلط العيان ده حصل له ايه الدوة ده كتب صح الدوة ده كتب غلط قدرنا ان احنا نوصل محافظة السويس وكفر الشيخ والمينيا وأسيوت والغربية بس لأسف مع تزايد الحالات بدأنا ان احنا نقلل من الاجتماعات الفعلية بدأنا ان احنا نحط القصص بتاعت الامتحان القامل اللي ممارسة مهنة الطب عشان خاطر السادة الزملاء طلبت الامتياز احنا عندنا حطنا 30 امتحان تجريبي كل امتحان فيه 100 سؤال يعني وصلنا الى 3000 سؤال في تخصصات البطنة والاطفال والجراحة والنساء والتوليد وطب الطوارئ ودوت هيبقى او هو تمهيد الامتحان النهائي اللي هيكون في فبراير 21 بمشاركة 21 جمعة بتسجيل 7003 طالب من اجمالي الطلاب الممتحنين 2373 جاري الان اعتماد الامتحان دوت من البرد الامريكي عشان طالب الامتياز المصري لما يعدي مرحلة الامتياز هيبقى اكردت من البرد الامريكي ودهت حاجة ما كانتش موجودة قبل كده واتمنى ان شاء الله بإذن الله انها تقتي بثمرها على مستوى الطب في مصر في حاجة طبعا منص التعليم الالكتروني او learning management system للمس دي حاجة انجاز لوزارة الصحة اننا يبقى كل طبيب على ارض مصر عنده اكاونت او عنده حساب على اللمس يقدر ان هو يخش يشوف المعلومة يقدر يخش يسمع المحاضرة يقدر يخش يؤدي الامتحان يقدر يخش ينزل الكتب العالمية والمجلات العالمية for free تم التنصيق احنا مع اعضاء اللجنة العلمية لفيروس كوفيد تم تسجيل المحاضرات مع اعضاء اللجنة القومية لامراض الغير السرية ومبادرة صحة المرأة وده اكبر مثال على التعاون اننا كل العلماء دول هيبقى ليهم محاضرات على منصة التعليم الالكتروني يقدر الطبيب بالاكاونت بتاعه ان هو يخش يشوف المعلومة ويقدر الامتحان ويقدر ان هو يشوف البروجرس بتاعه العلمي شكله عامل ازاي بدأنا بالفعل عملنا التجربة الاولى تم اشراك مئة طبيب مئة طبيب دول كانوا بيتلقوا دورة التدريب على الرعاية المركزة قدروا ان هم دول الناس بدأ عليهم اول اكاونت وانا بشكر المهندس ايسم صلاح مستشار معي الوزير للنظم والمعلومات ان هو كان نعمة داعم لنا في الموضوع دوت وقدرنا ان احنا ناخد خطوة الخطوة دي كانت لازم تتعامل من زمان بس هاي دلوقتي موجودة عندنا ونفخر ان هي موجودة عندنا ان انا عندي منصة تعليمية لجميع اطباء وزارة الصحة المصرية ان هم يقدروا يبقوا ابدات بالمعلومة في اي مكان وفي اي وقت هو يقدر عليه الزمالة المصرية طبعا لا نقرش ان احنا ما نجيبش شريتها ان عندنا الزمالة المصرية دايما بنسميها الدرع العلمي لوزارة الصحة والسكان احنا ادرجنا 72 تخصص داخل الزمالة المصرية ووفرنا حوالين 8000 فرصة تدريب داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان وطبعا ده تحت اشراف استاذنا الدكتور ماجد السيرفي التعاون مع جامعة هارفرد وديه كانت سابقة في تاريخ وزارة الصحة المصرية قدرنا ان احنا نخرج اول دفعتين واحتفلنا بيهم في التدريب المدرب واساسيات البحث العلمي الاتفاق ان احنا نلحق 6400 طبيب على مدار اربع سنوات و60 طبيب على برنامج الماجستير على مدار اربع سنوات والتعاون مع جامعة هارفرد ان هو الطبيب المصري دكتور وزارة الصحة يبقى واخد الزمالة دية من جامعة هارفرد ده انجاز يعني اشكر عليه معالي وزيرة الصحة والسكان ترى هلا زايد ان هي فكرت وان هي نفزت وان هي تعبت وان هي اصرت لغاية لما اقدر اقول ان الطبيب وزارة الصحة المصري ما اعترف به او هو درس كما يدرس طلاب جامعة هارفرد اشتركوا في القناة